من لعنة النفط إلى لعنة الموازنة والحديث ليس مجازياً بقدر ما يأتي من ريع النفطي يعود على خزينة الدولة سيما البصرة التي تنتج أكثر من 90% من صادرات النفطة برلمانيون قالوا إن محافظات ميسان وذيقار والبصرة لم تحصل على حقها من التخصيصات المالية واللجنة المالية سوف تعمل على أخذ هذه الاعتراضات وتعديل المبالغ فالتخصصات المالية المرتفعة ذهبت للوزرات وإهمال للمحافظات سيما المحرومة التي لا تكاد نسبة الخدمات فيها تصل لعشرين بالمئة بعد الإطلاع التفصيلي على ما جاء في مشروع قانون الموازنة لسنة 23 و24 و25 نناشد باقي الأخوة والأخوات النواب ممثلي الشعب ومنظمات المجتمع المدني للتعازر في ضم أصواتهم ومطالبهم لإنصاف محافظة البصرة وأهلها من خلال إعادة النظر بكل التخصيصات المالية التي جاءت في مشروع قانون الموازنة بما لا يقل عن ضعف المبالغ المخصصة في المسودة الحالية حيث تبين لنا بأن حجم الديون المتراكمة للمشاريع السابقة وحجم الالتزامات المستقبلية لا تتناسب جملة وتفصيلا مع ما تم اقتراحه في مسودة الموازنة المذكورة أعلى نود إعلام كافة الجهات المسؤولة أن حجم الالتزام المالي لمشاريع محافظة البصرة وصل إلى 30 تلريون و800 مليار دينار وإنما خصص كمقترح في قانون الموازنة لهذا العام سوف يكون سبب في إيقاف العديد من المشاريع المستمرة في محافظة البصرة ولن تكون هناك مشاريع جديدة لذلك نطالب بزيادة التخصيص المالي محافظة ذيقار حصلت بحسب نواب على 160 مليار دينار فقط والتي لا تسد بحسبهم حاجة المحافظة لتمويل المشاريع المستمر للعمل بها بالإضافة لأزمة البترو دولار التي لم تحل في الموازنة يعبر المعارضون من أهل البصرة سيما نوابها بما قدموه من 12 مطلبا تضمن رفع حصة التخصيصات المالية للمحافظة أبرزها تأسيس صندوق البترو دولار لضمان حصة المحافظة من الاستحقاقات المالية السابقة واللاحقة وتمويلها شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل بأسعار بيع النفط الخام وتأسيس صندوق العراق للتنمية لدعم علاج الأمراض السرطانية التي تسببها الاستثمارات النفطية وتضمين إحالة مشروع الفاو الكبير لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وتوفير فرص العمل للشباب وعلى الرغم من مساعي بحث اللجنة المالية لرفع المخصصات التي أكدت مصادر في الإطار المطالبة برفعها من تريليونين ونصف التريليون إلى أربعة تريليونات دينار إلا أن تغول النفقات التشغيلية بحسب محللين على مخصصات المحافظات المنتجة للنفط يكرر أزمة متراكمة منذ نحو عشرين عاما أما الشاهد على تلك الأزمة فيعلمها المسؤول والمواطن من واقع مترد وأزمات صحية وبطالة تتفوق فيها البصرة أغنى مدن العالم في إنتاج النفط لكن المحافظات الأخرى غير النفطية أيضا لديها اعتراضات وتقول إنها مظلومة من ناحية أنها لا تعامل كما تعامل المحافظات المنتجة للنفط ترجمة نانسي قنقر